موسيقى ضيفنا لهذه الحلقة من الذاكرة السورية قاسم الجوجة المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين والمقيم حاليا في أوروبا ولدت جوجة في محافظة الرقة في ستينيات القرن الماضي وانتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين مبكرا نتيجة لتأثره ببعض الأصدقاء المحيطين عاصرت جوجة تقلبات الوضع السياسي في سوريا وأزمة الثمانينيات مع حافظ الأسد وشهد تجربة طويلة مع الجماعة في العراق يتحدث ضيفنا في هذه الحلقة عن واقع محافظة الرقة في ستينيات والسبعينيات وعن تظيم الإخوان في المحافظة ومدى حضوره وتأثيره كما يحكي لنا عن بداية الصراع بين النظام والإخوان وعلاقة قيادة الجماعة بالطليعة المقاتلة وعن معسكرات التدريب في العراق والتسهيلات التي قدمت للجماعة هناك وعن تفاصيل أخرى ستبقى في الذاكرة السورية أهلا بك أستاذ قاسم في برنامجنا في البداية أود أن نعود للبدايات عن تاريخ انضمامك إلى تنظيم جماعة الأخوان المسلمين كيف انضمت إلى التنظيم ما الأسباب التي دفعت إلى ذلك ماذا كانت الظروف المحيطة بك التي دفعتك لأن تقرر الانخلاف في هذا التنظيم شكرا لك أستاذ شعبان الحقيقة الإنسان كما يقال ابن البيئة التي يولد وينشأ ويعيش فيها فأنا نشأت في بيئة عادية بصيطة سنية مسلم ثم كبرت إلى أن وصلت إلى المرحلة الإعدادية والثانوية وفي هذه المرحلة سيتأثر الإنسان بأيضا المحيط الذي سيعيش فيه ومن ذلك المحيط أنني تأثرت ببعض المدرسين الذين درسونا في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية إضافة إلى ذلك أنت تذهب إلى المسجد فأنا إنسان عادي يعني أذهب إلى الصلاة وصليه المسجد وستلتقي أيضا بأصدقاء وأيضا سيكون لك أصدقاء يعني خاصين تلتقي بهم في أمور معينة مثلا من الأصدقاء الخاصين اللي كنت ألتقي فيهم في يعني عائلة شخص اسمه عبد الكريم قاسم وأخوه أيضا محمود القاسم كان عندهم محل لبيع الألبسة في شارعة الأبيض بجانب جامع الفواز فكنت ألتقي بهم ومنذ يعني ثقريبا عام الـ 77 وجمعتني بهم الحقيقة صداقة قوية على أساس من التذيون والأخلاق وإلى آخرين هذا هو ثقريبا يعني النمط الذي كنت أعيش به نعم يعني في ذلك الوقت نهاية السبعينيات هل كان في الرقة محافظة الرقة أو تل أبيض أو مدينة تل أبيض كان هناك حضور لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين في تلك المنطقة أسوة بالحضور الطاغي واللافت في محافظات حلاب حماة أدليب هذه المناطق يعني كيف كان وضع التنظيم وضع الجماعة في الرقة بعد أن انطلمت إلى جماعة الأخوان في المسلمين وعرفت يعني الحقيقة أمور أكثر في الحقيقة في مدينة الرقة لم يكن هناك يعني عدد كبير لجماعة الأخوان المسلمين أغلب المحافظة الرقة يأتيها موظفين من خارج المحافظة من المدينة الأخرى فيعني تنظيم الأخوان المسلمين في مدينة الرقة يعني قليل جدا ليس بالكثير يمكن لا يتجاوز عدده يعني 30-40 إنسان تقريبا بهذا العدد وماذا عن بقية يعني التيارات الأخرى بمعنى في ذلك الوقت كان هناك يعني حزب البعث تيارات ناصرية قومية حتى يسارية يعني لماذا الأخوان المسلمين بالذات؟ يعني ما الذي أغراك؟ ما الذي جذبك إلى الأخوان المسلمين دون بقية التيارات والأحزاب التي كانت موجودة؟ الحقيقة أستاذ شعبان أنه كان في الرقة تيارات متعددة منها مثلا التيار اليساري شيوعيين فيها عندك تيار القومي الناصريين وفيها عندك الحزب البعث وفيها عندك التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين اللي كان إلى يعني وجود أكثر ويعني ظهور أكثر يعني أنت بتنتقي مثلا في المساجد تتأثر في مدرسين صحيح هم لم يعلنوا أنهم أخوان مسلمين ولكن إيش؟ يعني أنت بتعرق إضافة إلى ذلك أن الصداقة اللي جمعتني أنا بعبد الكريم قاسم وعائلته كنا نتكلم في هذه المواضيع من قبل أن أنتظم إلى الأخوان المسلمين يعني نتكلم في مواضيع التيارات الإسلامية نتكلم في ذلك فكان هذا التأثر بهذا الاتجاه ثم كما قلت لك أنه أنا مع عائلة يعني عادية بسيطة عائلة مسلمية نعم فتوجهي بهذا الاتجاه كان كان في عندي أصدقاء من الثيارات الأخرى أنا كنت لعب كرة طائرة كنت رياضي كنت ألعب في نادي الشباب في أصدقاء الحقيقة في شيوعيين في أصدقاء يعني لا دينيين وإنما تأثري كان بهذا الاتجاه باتجاه التيار الإسلامي اللي أنا أحببته وذلك الوقت بعد انخراطك بالتنظيم يعني ما هي كيف أصبحت عضوا بالتنظيم ما هي طبيعية النشاطات التي يعني كنت تمارسها هل قضعت مثلا كما يحصل حين انخراط أي شخص في حزب جديد أو مجموعة جديدة سياسية لها الطابع أو بنية عسكرية وهذا وضع موجود عند الأخوان المسلمين هل قضعت لدورات تثقيف سياسي مثلا هل قضعت لتدريبات عسكرية كيف يعني يكون الإنسان عضوا في تنظيم الأخوان المسلمين الحقيقة أنه كان تنظيمي لجماعة الأخوان المسلمين عن طريق هذا الشخص اللي هو صديقي عبد الكريم قاسم اللي هو صاحب محل ألبسه في شارعة الأبيض جنب جامعة الفواز فكانت علاقة الحقيقة فيه قوية جدا قبل أن أنتظم في جماعة الأخوان المسلمين كنا نقرأ وكانت تصلنا مثلا جريدة الدعوة وما كنا نعرف بالضبط أنه هي أخوان مسلمين ولكن جريدة قوية وكنا نحبها ونقرأ وكانت تصلنا عن طريقه فهو الرجل يبدو أنه كان منظم في جماعة الأخوان المسلمين عندما بدأت الأحداث ويبدو أنه على ما يبدو كان من نهماته أيضا الاستقطاب يبدو أنه جعلك تميل إلى الجماعة نعم تفضل أكمل حديث بالضبط أي نعم هذا كان يعني أظن أكيد وقت اللي بدأت الأحداث في سوريا فصار فيه نوع من أنه حب الجهات عفوا تقصد بالأحداث حادثت مدرست المدفعية مجزرة المدفعية في عام 1979 بالضبط حينما حصلت المجزرة كنت في التنظيم أليس كذلك؟ كنت قبل فترة بسيطة يعني يمكن أشهر تقريبا كنت في التنظيم دخلت في التنظيم قبل أشهر نعم أريد ممكن لو سمحت أن تتحدث عن مشاعرك الخاصة كعضو جديد في تنظيم الجماعة بعد سماعك لحادثة المدفعية وبنفس الوقت ليس شعورك الخاص لكن أيضا شعور بقية الأعضاء في الجماعة ماذا شعروا حينما سمعوا بتلك المجزرة أو الحادثة التي حدثت في مدرسة المدفعية؟ كل الأعضاء اللي أنا بعرفهم بما فيهم أنا نفسي أنا فرد في ذلك الوقت انتظمت للإخوان المسلمين ومع العلم أنه أنا رياضي وعلاقتي مع الناس يعني علاقة جيدة وكذا ولكن نتيجة اللي أنت الفكرة اللي بتنغرس بذهنك أنا نفسي أعجبت في مدرسة المدفعية لأن هؤلاء علوية لأن هؤلاء كذا فأنا شخص نفسي أعجبت بيها فكل الإخوان المسلمين نعجبه في هذه العملية التي حدثت في مدرسة المدفعية رغم معرفتك أو معرفة أعضاء التنظيم بتفاصيل المجزرة وما حدث يعني كل التقاريخ كل المعلومات كل ما كتب عن المجزرة أن هذه المجزرة قام بها أشخاص معينين منتمين للتنظيم منتمين للجماعة الأخوان أو الطلع المقاتلة ذهبوا إلى مدرسة المدفعية في حلب وهي كلية عسكرية قاموا من فرز الطلبة المستجدين حسب تصنيفاتهم وانتماءاتهم المذهبية والدينية والطائفية أخرجوا الجميع وأبقوا على فقط الطلاب المجندين من الطائفة العلوية هل كنت سعيدا بذلك بعملية القتل هذه مثلا؟ هذه التفاصيل ما كنا نعرفها أنا شخصية ما كنا نعرفها نحن نعرف نحن حتى ما بنعرف اللي قام فيها الأخوان مسلمين ولا غير الأخوان مسلمين ما بنعرف نحن أنا بالنسبة لي عرفت فيما بعد أن التفاصيلات اللي قاموا فيها كذا أما في وقتها ما بنعرف نحن ولكن مجرد أنك أنت تسمع أن هؤلاء كلهم علوية وكذا واللي قتلهم ضربة سني وكذا 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 إلى آخرين فهذا يشكل عند الناس ردة فعل للأسف إيجابية في ذلك الوقت إذن كان هناك غطة لنقل إنجاز التعبير بين أعضاء التنظيم حين سماعيهم بحادث أو مجرسة مدرسة المدفعية قلت لك أنه نحن في ذلك الوقت ما كنا نعرف مين اللي قام فيها عرفتم فيما بعد من قام بها اللي قام فيها عدنان عقلة وإبراهيم اليوسر عدنان عقلة كان عضو في جماعة الإخوان المسلمين طبعا هذه الأمور عرفناها فيما بعد ثم فصل من الإخوان المسلمين نعم وله علاقة منها إبراهيم اليوسف اللي كانوا اثنين في مدينة الراقة ميدرس الثانوية هناك نعم وهذه العلاقة استمرت بين عدنان عقلة وإبراهيم اليوسف إلى أن تفرق عدنان عقلة ذهب باتجاه أنه يدرس هندسة مدنية وإبراهيم اليوسف ذهب باتجاه الكلية الحربية وتخرج برتبة ضابط المهم ثم أصبح نقيم فالذي اقترح مدرسة المدفعية على إبراهيم اليوسف هو عدنان عقلة تحديدا وعدنان عقلة من الإخوان المسلمين وجرت هذه المجزرة التي حدثت بالطريقة المعروفة عملية طائفية بحثة باتجاه فئة معينة من أبلها سوريا اللي هم العلوين عفوا قبل مدرسة المدفعية كان هناك أيضا بعض العمليات العسكرية المتفرقة أو الاغتيالات أو ما إلى هناك حدثت قبل هذه المجزرة في ذلك الوقت يعني ما هي هذه الأعمال العسكرية التي حصلت قبل مدرسة المدفعية ويعني ما هي الدوافع لها يعني بمعنى إنجاز التعبير يعني لنضع النقاط على الحروف كما يقال أليس الأخوان المسلمين التنظيم والجماعة التي كنت تنتمي إليه أليس هم من بدأوا يعني في عدع المجزرة المدفعية هناك أحوال أحداث وعمليات عسكرية وتفرقة قام بها أيضا التنظيم ما هي أبرز هذه العمليات التي خلطت بها الجماعة؟ هل العمليات اللي قامت فيها الجماعة؟ نحن في البداية ما كنا نعرف يعني أنا كفرد نحن ما كنا نعرف إنه هالعمليات هاي مين اللي عمقوا فيها بالضبط؟ إنه ولكن اللي عم نسمعوا بالتلفزيون إنه فيه هناك عمليات قتل عم تقوم فيها جماعة الإخوان المسلمين لأنه بعد مدرسة المدفعية أعلن النظام أنه الإخوان المسلمين هم الذين يقومون بهذه العمليات منها مثلا عمليات قتل محمد الفاضل نكتور محمد الفاضل منها عملية قتل الضارة عبد الكريم رزوق منها عملية قتل إبراهيم نعامل منها عملية قتل محمد حسين خليل كلها أولاد ضباط وكلهم علويات من الطائف العلوي هذه العمليات التي حدثت كلها عمليات طائفية بحتي والذي قام بها هم أفراد من الإخوان المسلمين من الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين على ذكر الطليعة المقاتلة وعودة لمدرسة المدفعية فيما بعد التنظيم للإخوان المسلمين على أنه ليس له أي علاقة بحادث مدرسة المدفعية وأن من قام بها هم هو تنظيم الطليعة المقاتلة أيضا حتى على وسائل الإعلامة الحكومية والرسمية فيما بعد حصل نوع من هذا الاعتراف أن من وقف وراء مدرسة المدفعية هو تنظيم الطليعة المقاتلة لكن بنفس الوقت في سياق إجاباتك يقول أو يوحي أن الأقوى المسلمين هم من ارتكبوا هذه المجزرة لكن حتى النظام قيادة تنظيم الأقوى المسلمين الجميع يتفق على أن الطليعة المقاتلة هي من المشقة البعيدة عن الأخوان المسلمين هي من وقفت وراء المجزرة الطليعة المقاتلة ليست بعيدة عن الأخوان المسلمين الطليعة المقاتلة كان يفرز لها أفضل الأفراد في جماعة الأخوان المسلمين وهذا نحن يعني وقت اللي أنا طلعت إلى العراهاة والتقينا هناك ودخلنا المطبخ الأخواني كل هذه القضايا معروفة لدى الأفراد في الأخوان المسلمين ولكن تقصد أنه لا يوجد فرق بين تنظيم الأخوان المسلمين والطليعة المقاتلة لدينا فاصل قصير نتابع هذه النقاط جميعها لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة منتدى دمشق على تلفزيون سوريا أستاذ قاسم شألتك قبل الفاصل يعني أن حتى تنظيم الأخوان المسلمين وحتى في ذلك الوقت الألام النظام الألام الحكومي ميزة يعني التنظيم الأخوان المسلمين قالوا أن ليس لنا علاقة بهذه المجزرة من قام بها التنظيم المشط ما يعرف باسم الطليعة المقاتلة أيضا وسائل الألام حافظ الأسد والألام الحكومي قال أنه تنظيم الطليعة المقاتلة بمعنى ميزة بين الأخوان المسلمين وبين الطليعة المقاتلة أنت تأتي لتقول أنها كلهم واحد يعني الذي قام في مدرسة المدفعية عملية مدرسة المدفعية هو إبراهيم اليوسف وعدمان عقلة وعدمان عقلة كان من الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين يقولون أنه نحن فصلنا ولكن الإخوان المسلمين صحيح استنكروها في البداية ولكنهم بعدين ركبوا موجتها واتفقوا مع عدمان عقلة ومشوا في نفس الركب في حمل السلاح ضد النظام هذا الأمر واضح الآن أن الطليعة المقاتلة هل تختلف عن الإخوان المسلمين؟ لا تختلف نهائياً عن الإخوان المسلمين الطليعة المقاتلة يفرز إليها كل فرد في الإخوان المسلمين أفضل فرد في الإخوان المسلمين يفرز إلى الطليعة المقاتلة وهذا ما أكده وعدناها سعددين وقياة الإخوان المسلمين كثير من اللقاء هل كانت قيادة تنظيم الإخوان المسلمين في ذلك الوقت نعود لمجرة المدفعية هل كانت على علم بالمجزرة؟ هل كانت على علم أن هناك من يخطط لهذه المجزرة أنا بتصوري ما عند أعلم قيادة الأخوان المسلمين إذن قيادة تنظيم الأخوان المسلمين بريئة من هذه المجزرة استنكروها أيضا الأخوان المسلمين استنكروها ولكن السؤال ركبوا موجدها موجد ماذا موجد مدرسة المدفعية تقصد تبنوها متبنوها اتفقوا مع القائمين فيها اتفقوا مع عدنان عقلة وبدأوا العمل المسلح ضد حافظ الأسل الإخوان المسلمين تحديدا هل اتفقوا أم أجبروا بمعنى استاذ قاسم اسمح لي بمعنى أجبروا عندما قرر النظام خوض الصراع المسلح مع الجميع واعتبر الجميع كلهم سواسية الأخوان المسلمين والطليعة المقاطعة ولم يميز وبدأ العنف المسلح ورأى الأخوان المسلمين أنهم مستهدفوا من قبل يعني أجهزة النظام ورصاص النظام ودبابات النظام رتقوا في ذلك الوقت يعني أنه لا يوجد خيار إلا الدفاع عن أنفسهم ما في حد يجبرك أو يجبرني على إيش أني أحمل السلاح أنا إذا ما اخترت بنفسي أن أحمل السلاح ما حد يجبرني نهائيا أي نعم الأخوان المسلمين يقولوا أنه النظام كان يضغط علينا النظام كان يضغط على المتذينين النظام كان يفصل المعلمين مدرسي الدياني يقولون هذا تماما ويقولون أيضا أنه النظام كان إيش يحارب المتذينين وبالتالي عندما يحارب المتذينين يحارب الإسلام فلاحظ طلع كيف بيعتبروا أن المتدينين هم الإسلام يعني حافظ أسد لم يحارب الإسلام حافظ الأسد حارب كل من يقف ضده من أجل أن يستلم كرسي الصرف والإخوان المسلمين هدفهم استلام هذا الكرسي تحديدا فالصراع بين الإخوان المسلمين منذ أن بدأ هو صراع على الكرسي تحديدا هم يريدون الكرسي وحافظ الأسد يريد الكرسي الإخوان المسلمين يريدون الكرسي تحت غطاء إقامة الدولة الإسلامية اللي أنا كشخص وفرد انتموت إلى الإخوان من أجل إقامة هذه الدولة الإسلامية حسن حسن قلنا إن قيادة تنظيم الإخوان المسلمين لم تكن على علم بمدرسة المدفعية لم تكن على علم بالتخطيط لما سيجري لاحقا هذه مسألة المسألة الأخرى أنا سألتك هل تعتقد أن الصراع المسلح أو خيار العنف أو المواجهة الذي قرره النظام هو من جعل أن لا خيار أمام تنظيم الأخوان المسلمين إلا الدفاع عن النفس ربما في هذه الفترة فتح الصراع المسلح كانت جميع مستهدفون جميع الإسلاميين مستهدفون الأخوان المسلمين مع الطليعة ربما وقفوا معا أو ربما وقفوا في صفة واحد لكن هل برأيك هل تعتقد أن ذاك يلغي أن هناك خلافا بين الأخوان والطليعة المقاتلة وجود قياديين في التنظيم في قيادة الجماعة لم تكن موافقة على ما حصل مدرس المدفعية لم تكن على مدرسة مدفعية لكنها وجدت أمامها أمام هذا الخيار أنها حمل السلاح والدفاع عن نفس الأخوان المسلمين لم يجبروا على حمل السلاح والدليل قبل مدرسة مدفعية كان هناك عمليات اغتيال قامت فيها الطليعة المقاتلة للأخوان المسلمين التي كان يلتقي بزعيمها عدنان سعد الدين المراقب العام للأخوان المسلمين كان يلتقي مع عبدالستار الزعيم الذي هو أصبح زعيم الطليعة ومسؤول الطليعة وهذا يعني هذا الأمر معروف بين الإخوان المسلمين جميعا عندما خرجنا إلى الإراق والأخوان المعروف ثم حتى لو تابعت أنت لقاءات قيادات الإخوان المسلمين عدنان سعد الدين وعلي البيان ستجد أنه في لقاءات وعلى التلفزيون يقول لك أنه أنا كنت أدعم عبدالستار الزعيم ولكن كنت أقول له أنه يا أخي أنت لا تقولوا أنه نحن إخوان مسلمين عم تدعمه بالسلاح وبالمال وبكل شيء وعبدالستار الزعيم وجماعته بدأوا ينفذوا عمليات اغتيالات طائفية بحثة تمام؟ قتلوا اش اسمه؟ الدكتور رحمة الفاضل قتلوا عبدالكريم الزوق قتلوا إبراهيم العامل قتلوا طبيب حافظ الأسد اسمه هذا محمد شحادي عمليات طائفية بحثة قبل مدرسة المدفعية قامت برأيك ما هو السبب الذي يدفع برصلا تنظيم جماعة الأخوان المسلمين لمثل هذه الاغتيالات ما هي الأسباب؟ يا أخي الأسباب الرئيسية الأخوان المسلمين يريدون كرسي السلطة تحت غطاء إقامة الدولة الإسلامية كل تنظيم وكل جماعة وكل حزب سياسي يريد السلطة يتطلع إلى السلطة لكن ألا تشاركني الرأي ألا تعتقد وأنت قررت الانضبام لتنظيم الجماعة ألا تعتقد أنه بعد مجيء حافظ الأسد ووصوله إلى السلطة أن ظروفا ما أنه استجدات ما قد استجدت على الأرض لها علاقة بمعارسة الحكم لها علاقة بسياسات تمييزية طائفية انتهاجها حافظ الأسد هي إضافة للظروف الاقتصادية المتردية وإضافة لقمع الحريات ألا تعتقد أن كل هذه المقدمات هي من دفعت البعض في تنظيم جماعة الإقوان المسلمين ليفكر في مثل هذه الخيار يعني خيار الاغتيالات الفردية حافظ الأسد يعني من خلق المقدم والأسباب من؟ من يتحمل المسؤولية؟ قبل مجيء حافظ الأسد واغتصابه للسلطة في سوريا كانت هناك جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين لها هدى تريد أن تقيم هذا الهدف الظاهر للناس تمام تريد أن تقيم هذه الدولة المزعومة والتي أبشرون بها وأنا نضمت يا إخوان المسلمين من أجل هذه الدولة يريدون أن يقيموا هذه الدولة بأي وسيلة من الوسائل ديمقراطية؟ بربشو ال�도مقراطية ما صرت الديمقراطية؟ بحمل السلاح من أجل أن يقيموا هذه الدولة وأن يصطدموا مع الحاكم مهما كان هذا النوع الحاكم حافظ الأسد طائفي ولكن كان طائفيا يعني ذكيا أول ما انقلب حافظ الأسد على أبناء الطائف العلوين وقتل من أبناء الطائف العلوين حافظ الأسد كل من يقف باتجاهه سواء كان علوي ولا سني مسيحي درزي ايش ما كان تمام من يقف باتجاهه باتجاه السلطة سيزينه بأي وسيلة من الوسائل فحافظ الأسد فهمنا وعرفنا انه انسان ديكتاتور اغتسب السلطة وعم يتصرف تصرفات طائفية طيب انتوا اخوان مسلمين على اساس انتوا فكر وعلى اساس تدعون انفسكم انكم اساتلة العالم وانكم تقدمون انفسكم على اساس وسطيين وكذا شيء كيف تصطدمون مع حافظ الأسد بعمليات طائفية بحته وهذه العمليات اعطت الذريعة واعطت الحج لحافظ الأسد ليكون اكثر قمعا باتجاه السلطة انت تتحدث عن الخيار العسكري والاغتيالات وان اعطيت اي حال ان هذه طبيعة التنظيم الذين يفكرون ويسعون دائما للسور الى السلطة باي طريقة لكن يا استاذ فاسل اذا عدنا لاني اختلف معك في 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 الرأي اذا عدنا الى الوراء قليلة الى الخمسينيات كان هناك حياة ديمقراطية وسياسية وحرية احزاب متوفرة في الجمهورية العربية السورية في ذلك الوقت كان هناك مشاط سياسي لتنظيم جماعة الاخوال المسلمين مثله مثل البقية الاحزاب والطيران الشيوعيين والبعثيين والقوميين والاجتماعيين وووو الى اخرين لم يقوم تنظيم الاخوال المسلمين لأي عمل عسكر لم يقتل احدا شارك في الحياة السياسية على العكس على العكس يعني تحالف مع الحزب الشيوعي السوري في الانتخابات البرلمانية هل صحيح بمعنى بمعنى ان العنف ان القتل الاغتيال ليست من طبيعي التنظيم هذا ما التجارب والتاريخ يحدثون عنه انت تأتي لتقول أنه لا هذه من طبيعي التنظيم جماعة الاخوال المسلمين الاغتيالات والعنف السلاح الاغتيالات والعنف من طبيعي جماعة الاخوان المسلمين شئنا ام кнопين ولكن قد تأتي هناك لماذا لم يستخدموا ذلك في الخمسين لماذا لم يلجأوا إلى ذلك قد تأتي أحيانا ظروف معينة وأزمنة معينة يوجد فيها من العقلاء من الإخوان المسلمين فلا يقومون بهذه الأعمال ولكن مثلا الدكتور مصطفى السباع إنسان آقل يعني إنسان ما يعني تمام ما يلجأ إلى هذه الأعمال ولكن أصل الفكرة أصل الفكرة في الإخوان المسلمين هي التي تقول أنه يجب علينا إقامة هذه الدولة الإسلامية الآن إذا تهيأ لنا الطريق الديمقراطي نسلكه وسنقيم هذه الدولة الإسلامية يعني رح يحكموا الناس باسم الدين ويطبقوا على الناس الدين وإذا لم تهيأ هذه الطريقة فسيقيمونها بقوة السلاح هذا هو الوضع بشكل عام والإخوان المسلمين في كل الدول التي كانوا فيها طبعا حسب الدول التي كانوا فيها الدول التي فيها نوع من الاستبداد والديكتاتوريات صدامات مستمرة مع الحكومات وهذه صدامات خطيرة وسيئة عودة لما بعد مدرسة المدفعية حمل التنظيم الأخوان المسلمين حملوا السلاح إضافة للطليعة المقاتلة في ذلك الوقت يعني أنت كنت في التنظيم صحيح؟ أليس كذلك؟ كنت في التنظيم وكنت ملاحق وقتها هل شاركت في حمل السلاح؟ ما هي يعني كعضو في التنظيم والتنظيم يتعرب لهذه الحملة الشعواء العسكرية أو لنقل مواجهة المسلحة بين التنظيم بين الجماعة الأخوان المسلمين والنظام؟ ماذا فعلت؟ أنا بالنسبة لي كشخص يعني قفت لك بعد أن انتظمنا وبدأت مدرسة المدفعية والأخوان دخلوا العمل القتالي أنا بالنسبة لي وهذه المجموعة اللي معي تدربنا في شخص دربنا على السلاح وعلى الرمي في المسدسات وتدريب خفيف جدا معلوم أن الرقة لا يوجد فيها ولكن حقيقة أنا بالنسبة لي كشخص يعني أحمد الله تبارك وتعالى أنه كل فترة وجودي في هذه الجماعة تمام؟ الله جنبني أن إذا خضعت لتدريبات عسكرية خضعت لتدريبات ولكن تدريبات خفيفة هل شاركت في القتال؟ لا نهائيا لدينا فاصل قصير نتابع الحوار بعد القاصر من كل مكان في بلدنا ولكل زمان نعبر من خلال حكاياتنا أزقة المدن الضيقة إلى شوارع القرى الريفية تفاصيل تاريخية مثيرة وعادات تراثية تتجدد مع مرور الزمان نسغي لماضينا ونكتشف مع الناس حجم التناغم مع الحاضر شخصيات أسطورية وأبطال عادي كونوا معنا كل أسبوع في حكاية البلد أستاذ قاسم بدأت مواجهات بين النظام والجماعة وامتدت رقعة المواجهات لتشمل مناطق كثيرة في ذلك الوقت حلب، جبل الزاوية، إدلب، يسر الشغور، حمى، ريف حمص مناطق عديدة يعني شملها الصناع المسلع في ذلك الوقت كان هناك أيضا يعني ظهورا إعلاميا مكثفا ومتكررا لحافظ الأسد في ذلك الوقت كله له علاقة بما يجري بتنظيم الإخوان المسلمين وفي ذلك الوقت أيضا يعني حافظ الأسد أرسل نائبه محمد زهير مشارقة إلى حلب من أجل التفاوض مع الإخوان المسلمين لو تحدثنا عن خارطة الصراع عن مواجهات مسلحة وهل تعتقد أن حافظ الأسد يعني كان جدا أنه يريد المصالحة والتفاوض مع الإخوان؟ دخل الإخوان المسلمين بشكل رسمي في القتال مع الطليع المقاتل للإخوان المسلمين اللي كان يتزعامها عدمان عقلة وإبراهيم اليوسر وقتل إبراهيم اليوسر في صيف بداية الواحد والثمانين بداية الثمانين قتل ودخل الإخوان المسلمين المعركة رسميا تحت غطاء أنه نحن مستهدفين والنظام مستهدفنا جميعا والحقيقة النظام لم يستهدف الإخوان المسلمين بهذه الطريقة النظام نعم استهدف الذين قاموا بأعمليات القتل وكان فيه تمييز فيه تمييز شوي الآن الإخوان دخلوا هذه المعركة دخلوا هذه المعركة حقيقة يعني شافوا أنه أنه الطليعة يعني صار لها صولة وجولة تمام؟ على عشوائية العمل الموجود بالضبط صار فيه هناك يعني صارت مدينة حلب تغلق أبوابها بمنشور من الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين في مدينة حلب بمنشور تغلق أبوابها فهذه الوضعية على العشوائية عشوائية العمل العسكري اللي صار واللي الإخوان هون امتطوا الموجه قالوا لك ها أنه حافظ الأسد يعني فيه احتمال أنه يسقط يعني فدخلوا العمل بشكل رسم الآن صارت فيه عندك معارك فيه حلب عمليات قتل قوية جدا والمعارك فيه جسر الشهور فيه جبل الزاوية فيه حمص قليلة شوي وفيه حماء أيضا قليلة شوي فيه دمشق صار فيه هناك عندك عمل المهم صار فيه عمل عسكري وصارت عمليات قتل كثيرة جدا هذا العمل العشوائي اللي صار أثر على حافظ الأسد وحافظ الأسد خشي كيف أثر عليه؟ أثر عليه بدليل أنه طلع على التلفزيون وقال أنا مسلم من 30 سنة ماذا يريد هؤلاء؟ إيش بدون هؤلاء؟ تقصد يعني أنه شعر بالخوف مثلا؟ نعم نعم شعر بالخوف وشعر بالقلق وقال لك احتمال يفلت الوضع بشكل كامل في سوريا وطلع على التلفزيون وتكلم كلامه وكان يريد وحتى ميز فيه كلامه وقال أنا هنا لا أدافع عن حافظ الأسد أنا أتكلم عن الواقع اللي كان ميز بين قل لك يعني نتيجة خلينا نقول الخوف اللي صار عنده احتمال يصير شيء كبير أكثر فقل لك يعني ليس كل الأخوان المسلمين المجرمين ليس كذا فصار فيه عنده شيء من التمييز طيب هل الأخوان المسلمين يستفادوا من هالنقطة هاي؟ ما رأيك هل استفادوا أم لا؟ لا ما استفادوا نهائيا حافظ الأسد أراد في ذلك الوقت نتيجة أي أمر نتيجة خوفه نتيجة الضغط اللي صارت عليه نتيجة أخي بغض النظر عن كل شيء تمام إنه أراد إيقاف هذا العمل المسلح الذي أصبح يؤثر عليه وفي تصريح لباتريك سين بيقول فيه تمام لقد أضاع الإخوان المسلمين فرصة ذهبية من أجل إيقاف حمام الدم لأن حافظ الأسد كان يريد المصالحة مع الإخوان المسلمين في ذلك الوقت عندما أرسل محمد زهير مشارقة إلى حلب وأصبحت هناك مفاوضات بينه وبين الإخوان ماذا قيادة تنظيم الإخوان المسلمين في حلب أجابت هل اتقت مع زهير مشارقة؟ ماذا قالت له؟ هل تجاوبت؟ هل رفضت؟ ماذا جرى بالضبط؟ من جبن الإخوان المسلمين وأنا أقول هذا الكلام بعد أن يعني عرفت الإخوان المسلمين ووطلعنا إلى الخارج وشفنا كل شيء ماذا يجرى وشو اللي صار وشو اللي جرى من جبن الإخوان المسلمين إنهم لا يجرؤون أن يلتقوا نهائيا ما بيواجهوا تمام؟ حافظ الأسد يريد المفاوضات تمام؟ بيروحوا بيبعثوا مين؟ بيبعثوا مشايخ تمام؟ الشيخ مثلا أمين يقن الشيخ اسمه طاهر حمده مجموعة من المشايخ من حلب بيبعثوهم حتى إيش؟ إنه هن يعني يتكلموا مع النظام وكان للإخوان المسلمين في ذلك الوقت شروط ما هي طبيعية شروط يعني كأنهم شروط التنظيم أو الفريق المنتصر إنه بدنا هيك وبدنا وزراء وبدنا كذا كانت لهم شروط ليست إيش يعني منطقية أو واقعية والله وأنا واحد من أهل حلب ذكر لي تمام قل لي إنه بعد راح محمد زهر مشارق على حافظه قل له سيدي هذا بيبعثوهم بدون هيك وهيك وهيك طيب يعني يحفظ هذه الزبرات يريدون هيك وهيك وهيك ما يعني ما عندهم تفكير نهائيا في إنه يستفيد من الفرصة من أجل إيقاف تقصد أنهم ليسوا لم يكونوا ناضجين سياسية مثلا أو ليس لديهم تجربة سياسية أو واذا تقصد بالضبط؟ نحن شوف النتيجة النهائية والتجارب التي شفناها وعشناها والتي يعرفها أغلب الناس ليس عندهم تجربة سياسية ولا يفهمون بالسياسية ولا يفهمون حتى بالدين نهائيا الإنسان الذي يفهم بالسياسية والذي يفهم بالدين لا يمكن أن يخوض معركة يجر البلد كل البلد إلى مآسي إلى أول مال أخير هذا الذي فعله الأخوة المسلمين لو كانوا يريدون بالفعل وقف حمام هذا الدم بيحملوا حالا وبيذهبوا إلى حافظ أشهر عفوا عندما نتحدث عن حمام دم عندما نتحدث عن معارك عندما نتحدث عن دم ومجازر في هذه الحالة دائما هناك طرفين بمعنى لا نستطيع أن نحمل الطرف المسؤولية الكاملة ولا نستطيع أن نبرق الطرف الآخر بعمل الأحوال في عام 1981 على ما أعتقد أو هائل 1981 بعد كل هذه الأحداث يعني جزء أو من قيادة الجماعة قررت الهروب أو الخروج إلى خارج سوريا أيضا أنت كنت عدو في التنظيم وعربت أو خرجت ماذا حصل معك بالضبط وكيف جرت عملية خروجك أو هروبك من سوريا قبل الحقيقة أن أتكلم عن هذه النقطة جرت هناك مفاولات بين حافظ أسد وبين الإخوان المسلمين عن طريق هؤلاء المشايخ الموجودين وأفرج حافظ الأسد هذا في الثمانين أفرج حافظ الأسد عن شيخ خمسمائة إنسان من الإخوان المسلمين ومنهم قيادات عبدالله الطنطاوي محمد الصافي عمر حاج قدور وشخصيات أخرى أفرج عن خمسمائة شخص من الإخوان المسلمين تمام؟ هذه في الثمانين في مفاوضات جرت عن طريق المشايخ طيب ماذا فعل هؤلاء؟ كلهم التحقوا بالعمل المسلح بعد أن خرجوا من السجون التحقوا بالعمل المسلح يعني تقصد أن حافظ الأسد كانت لديه نية حقيقية في إجراء مصالحة بالتهجئة بوضع حد هذه الواجهات العسكرية لكن الأخوان المسلمين لم يتجاوبوا مع هذه النوايا مع المصالحة لم يشاءوا التفاوض استمروا في الصراع المسلح أو المواجهة المسلحة مع النظام عودة لموضوع قرار قيادة التنظيم الكثير من قيادات التنظيم وأنت أيضا كعدو في التنظيم في ذلك يعني جميع قرر الخروج والهروب من سوريا أنت على مستوى شخصي كعدو في التنظيم بكل تأكيد كنت ملاحق أمنيا وعسكريا للأجهزة الأمنية السورية ماذا فعلت؟ كم بقيت في سوريا؟ هل عشت مرحلة الصراع المسلح؟ يعني ماذا فعلت؟ هل تواريت عن أنظار؟ ماذا حصل معك؟ أنا مجموعة نكشفنا نكشفنا عن طريق نفس الشخص الذي دربنا المهم يعني كان يتكلم كلام هيك بين الموظفين في وقت اللي كان للإخوان هيصة أو سمعة فكان يتكلم أنه والله وصلنا مساعدة لكذا لحلب وصلنا كذا شيء المهم فانكشفها للشخص وثم كشفنا أنا ومجموعة من الأشخاص اللي كانوا معي الأشخاص اللي معي كلهم تقريبا يلقي القبض عليهم وثلاث منهم أعدموا فيه أربعة أعدموا فيه أنا بالنسبة لي يعني الله سبحانه وتعالى هيأ لي نعم ريت على هذا الرجل نفسه أخوه العبد الكريم القاسم وأنا جاي من المدرسة نعم فقال لي ترى جماعتك إنه وحي قترها نعم فأنا رحت على البيت عسرية ضبطت بغراضي وطلعت من البيت ولم أعود نهائيا نعم وختفيت فترة هناك عند بعض الأصدقاء وبعدين يعني المهم ظليت تقريبا شيء سنة بين الأخوان المسلمين بين بعض الأصدقاء داخل مدينة الرقا نعم ثم وبعدين خرجت إلى العراق عن طريق أحد المهربين في بداية عام 81 أنا وصلت إلى العراق هذا الأمر هنا في قضية مهمة جدا نهاية أو يعني خلينا أقول لك نهاية ال81 81 81 عسكريا يعني خلينا نقولك قضية فنية قتالية بين جهتين متقاتلتين الأخوان المسلمين وحافظ الأسد صف حافظ الأسد الوضع في سوريا في مدينة الرقا أفضل أريد منك استفادة في هذه النقطة لكن أود أن تكمل تفاصيل هروبك وخروجك من سوريا اتجاه العراق كيف دخلتم الحدود العراقية أنا أسألك هذا السؤال لأننا نعرف في ذلك الوقت طبيعة العلاقة بين النظامين في العراق وفي سوريا كان هناك دعم وتشجيع من قبل العراقيين النظام العراقي للإخوان المسلمين عندما دخلت الحدود ماذا جرى ماك على الحدود العراقية كيف تم استقبالك هل كنت لي وحدك من الأخوان المسلمين ماذا جرى بالضبط أنا خرجت من الرقة مع أي شخص تمام في عنده يعني خبرة مع المهربين ذهبنا من الرقة إلى دير الزور إلى البوكمال هناك نمنا عند عائلة العائلة معروفة نعم في البوكمال نعم وبيعرفوا لهذا الشخص والمهم اليوم الثاني عبرنا هالفرات باتجاه الضفة الأخرى ما يسمى الجزيرة وهناك مع المهرب إلى الحدود العراقية تقريبا نعم شيء ساعتين ماشي المهم وصلنا إلى الحدود العراقية فقال لي المهرب هاي العراق نعم طبعا يعني هاي العراق هاي العراق ولدت من جديد حقيقة أنا وقت اللي وضعت رجلي في العراق كأني ولدت من جديد المهم أخذني إلى المختار في قرية عراقية وهناك المهم مستقبلون الجماعة ثم بعدين وصلت إلى العراق وهناك يعني دخلت الأمن فترة هيك معين لأنه كان معي ورقة من الأخوان المسلمين في الرقة مكتوب فيها اسمين واحد منه دند الجبر واحد ثاني حسين الصالح دند الجبر دند الجبر واحد ثاني حسين الصالح معروفين هذول نعم المهم أنا وصلت إلى يعني إشارة تؤكد أنك عضو من الجماعة يوجد الاهتمام بك يعني بما معناه تعريف إلي فقط لغير أنه تلاشي المهم فوصلت إلى هناك وهو مات يعني سكننا في بيت للإخوان المسلمين وبدأنا حياة جديدة في العراق لأول مرة المسلمين في بلد العراق والأردن تمام نعم كتجمع كبير للإخوان المسلمين يعني فيك تقول هناك أقام الإخوان المسلمين إن صحينا في العراق ولكن الإخوان المسلمين يبحثون عن دولة صح ولا مصح أقامنا شبه دولي في العراق وفي الأردن ما أحد يدخل في العراق ما يدخلوا فينا ولا الأردني ولا أي شيء يعطونا حريبنا بشكل كامل وبدأنا حياة جديدة لدي فقط السؤال على الموضوع الجانب العراقي يعني تقول قوات الأمنية العراقية عندما عرفوا أنكم أو عرفوا أنك من الإخوان المسلمين كيف طريقة تعاملهم معك كيف كانوا ينظرون إليكم هل كانوا ينظرون إليك أو إلى غيرك بعين العطف لأنكم من الإخوان المسلمين هل كانوا ساعدين بقدوم هاربي من الإخوان المسلمين ماذا كيف وجدت الأمن العراقي ماذا كانوا يدون منكم تعديدا الأمن العراقي كان يستقبل كل إنسان فهر من سوريا مجرد فقط يحقق معه خشية أنه يكون يعني إله علاقة يعني ما يكون إنسان يعني عميل جاي أو كذا إلى آخر فكان يحقق مع الشخص تمام ومباشرة يسلمه للإخوان المسلمين ويرحب به أجمل ترحيل كل السوريين الذين ذهبوا إلى العراق نعم لدينا فاصل قصير كنت تتحدث أن الأخوان المسلمين في العراق أخاموا ما يشبه الدولة هذه نود الحديث عنها التفاصيل أكثر لكن لدينا فاصل قصير بلسان عربي مبين لا متنصل من التراث ولا بعيد من المعاصرة نستقصي ثوابت المشهد الثقافي ومتغيراته مخاطبين الأجيال كلها ومتخذين من الأسئلة الناضجة طريقا إلى العقول والقلوب في ضمائر متصلة أستاذ قاسم قبل الفاصل كنت تتحدث عن لحظات الهوب وماذا كان يجري على الضفاء الأخرى في العراق من قبل الأمن العراقي معكم كعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين وقلت لفت نظري أن تشكل هناك على الجانب العراقي ما يشبه الدولة حيث أن تنظيم الإخوان أو جماعة الإخوان المسلمين دائما يطمحون ليكون لديهم دولة ماذا تقصد بالدولة التي قاموها على الجانب العراقي يعني تجمع للإخوان المسلمين تمام أعطوك العراقيين مكاتب أعطوك سيارات أعطوك معسكر أعطوك فتحوا الحدود لك باتجاه سوريا تمام أعطوك وثائق أعمل ما تشاء الإخوان المسلمين جابوا أجهزة يصنعون الجوازات يصنعون الهوية يتحركوا فيها فأعطاك العراق خاصة العراق والأردن حتى الأردن سهل سهل بشكل عام يعني الإخوان المسلمين كناس مهاجرين مظلومين إلى آخرين ولكن العراق أعطى كل شيء للإخوان المسلمين تمام تفضل اعمل اللي بدك يا فماذا عمل الإخوان المسلمين هناك هذا السؤال تدريبات عسكرية مثلا تدريب عسكري معسكرات تدريب عسكري دورات أثيرة أخوان المسلمين من الأردن من دول الخليج من أوروبا من أمريكا من اليمن حتى من سوريا كان يطلع قسم قليل تخصد يعني عضاء في تنظيم الأخوان أعضاء في تنظيم كان يلأتوا يتدربوا أخوان المسلمين العراق أعطانا مكاثب ومعسكر وأسلحة وكل شيء الدورات التي تجري في المعسكر وأنا كنت أحد المشرفين على الدورات فيها دورات في المعسكر مدتها تقريبا بحدود 25 يوم تمام وثلاث أنواع من الدورات دورة على الأسلحة دورة على الدبابات دورة على المتفجرات ثلاثة دورات الأسلحة كلاشنكوف مسدسات قنابل أربي جي وأسلحة الخفيفة دورة الدبابات كيف تسور الدبابة كيف تتعامل مع الإشارة في الدبابة وكيف تتعامل مع الأسلحة في الدبابة الدبابة تقصد من ثلاثة أشياء إشارة وسياقة وأسلحة كيف تتعامل بها وأحطى العراقين كل شيء والإخوان المسلمين يتدربون في هذا المعسكر هل كان هناك ضباط عراقيين يشاركون في التدريب في ضباط عراقيين مشرفين على الدورات ضباط عراقيين أو مدربين نعم والمسؤول عن الأمور الإدارية وكذا شيء مشرف مدرب في المعسكر ماذا كانت الغاية من هذه التدريبات وأنت قلت يعني العراقيون منحونا وعطونا كل شيء سيارات إلى آخرين ماذا كنتم يعني ماذا كانت الغاية من هذه التدريبات المتدربين ماذا كانوا يفعلون أنت كنت مشرفا وتدرب عناصر تدريبات عسكرية وإنما هناك وهناك سيارات هل كانت السيارة تدخل إلى سوريا تذهب إلى سوريا يعني المقاتلين ماذا كانوا يفعلون هل كانت كانت سهلا أن تدخلوا إلى سوريا في لقطة الحقيقة يجب أن نذكرها قبل أن أجيبك على هذا السؤال تفهم أنه في عام 8081 صفت الأمور العسكرية بشكل كامل إلى حاخظ الأسد صف مدينة حلب إيش فيها قواعد صف الأشياء اللي كانت في جبل الزاوية في جسر الشغور في أريحة يعني مالت المولي صالحها في الزاست المهم صفها ومالت وما بقية هناك شيء يعني تقريبا إلا بعض المختفين في مدينة مثلا دمشق وكان في مدينة حمى لها وضع خاص مدينة حمى إيه نعم فصفة الأمور العسكرية القتالية خلينا نقول بين فئتين متقاتلتين إلى حاخظ الأسد تمام؟ طيب ما الذي يريده الأخوان المسلمين؟ أنت خسرت المعركة خسرت المعركة وأصبحوا الآن بالعراق وفي أورده على أرض الواقع تم بالضبط وأصبحوا بين العراق وأصبحوا في العراق وفي الأرض طيب ماشي بالعراق كما قلت لك أعطى العراق للأخوان كل شيء تمام؟ فكان المشهد في العراق على الشكل الدالي دورات تدريب مستمرة على مدار يعني سنة 80-81 إلى بداية إلى نهاية الواحد الثمانين قبل أن تبدأ حما التي سناثي عليها دورات تدريب مستمرة في عندك مسؤولين عن الإخوان في العراق رياض الشقفة ورشيد عيسى هؤلاء هم الشخصين المسؤولين بشكل رئيسي وفي ناس آخرين مسؤولين عن التربية وما تربية لكن هؤلاء هن whale المسؤولين الرئيسية رياض الشقفة مسؤول عن المعسكر رياض الشقفة هو من وضعني أنا مذرة فيه معسكر ومسؤول عن الأمن ومسؤول عن الوثائق ومسؤول عن حركة النزول باتجاه سوريا العراق قال للأخوان المسلمين هاي سوريا امتلا تكون فوتوا عليها وكان رياض الشخفة هو المسؤول بشكل رئيسي هو المسؤول ورشيد عيسى ايضا مسؤول مع العراقيين فيما يسمى المكتب السوري يعني هناك شيء مكتب سوري مسؤول من الأخوان مسؤول من البعثيين المندوب الأخوان المسلمين في جاه العراقيين رشيد عيسى أبو علي هذا الرجل مات سنتين تقريبا فهؤلاء هم الذين يشرفون على كل شيء الآن في عندك سيارات عم تدخل علي سوريا أسلحة عم تدخل علي سوريا هاي عمل الأخوان المسلمين ها يعني فترة سنة الواحد وثمانين تحديدا هو تدريب في المعسكر وانزال السلاح إلى داخل سوريا وهناك مهربين معروفين ستة أدلاء معروفين يعني كلهم أنا بعرفون ستة أدلاء بتنزل السيارة من الحدود العراقية باتجاه الحدود السورية وباسم راق تمام وممكن أن تصل إلى مدينة إلى داخل سوريا يعني تصل إلى حماة تصل إلى إدلب تصل إلى قرى يعني حول حلب ممكن أن تصل إلى أي مكان وأن تبقى هناك يوم أو يومين أو أسبوع أو ممكن أن تعود كمان في عملية أنه طرقات مفتوحة طرقات مفتوحة للإخوان المسلمين باتجاه إيش؟ باتجاه سوريا تحديدا وبدعمه ساعة العراقيين العراق فتح لك وسيارات موجودة وأدلاء موجودين ويفودت لهم هذا هو الحركة اللي إيش؟ كان الإخوان المسلمين عم يقوموا فيها من أجل ماذا؟ من أجل الاستعداد إلى ساعة الصفر التي ستبدأ في مدينة حمام يعني تقول أنهم خسروا وماذا كانوا يفعلون يعني خلال بعد أن انتصر عسكريا حافظ الأسد وقوات النظام لكن أليس من الطبيعي يعني طرف خاسر وخسرها المركة وأتى هناك من يساعده ويموله ويمنحه المساعدات العسكرية والسيارات والطرق المفتوحة وأمنيا وهو العراق في ذلك الوقت يعني أليس طبيعية بالنسبة لتنظيم الجماعة أن نفكر باستبرار المواجهة؟ يعني أين الغلط في ذلك؟ هذا السؤال يجب أن يسأل للإخوان المسلمين من جهة مسؤولة وتفهم الأمور هل يستطيع الإخوان المسلمين يعني بعد أن خسروا المعركة خلينا نقول عسكريا داخل سوريا وحافظ الأسد سيطر على كل شيء لكن هناك دول تدعمهم يعني الأردن ولا يرقنوا معهم ماشي ماشي يعني كقادة عسكريين أو كقادة سياسيين يعني أليس من حقهم أن يفكر وأن يكون هناك اتجاه يجعل استبرار الجهاد والمقاومة ضد هذا النظام؟ وإن المشكلة في ذلك؟ أنا ما أقول لك ما أقول لك مشكلة ولكن إيش يجب أن يسأل أخوان المسلمين هذا السؤال أنه هل لديكم القدرة أنت على أن تجابه وحافظ الأسد؟ طيب وقت اللي كان في عندكم صولي وجولي وحافظ الأسد الضائق وطلع على التلفزيون وقال يعني بلش يعني حسب خلينا نقول أحس بحالة ضعف في فترة ما وقال أنا مسلم من 30 سنة وما يريد هؤلاء وأراد المصالحة ما أقول أنت رفضتها ثم صف الوضع فيه داخل سوريا عسكريا صف الوضع نهائي بشكل كامل لسوريا لا لحافظ الأسد فلماذا يصر الأخوان المسلمين؟ يريدون أن يقاتلوا وحافظ الأسد ماشي فتح العراق لهم الحدود وفتح لهم العراق كل شيء والأردن أيضا ساعدهم وحتى دول الخليج كانت تغض الطرف عنهم يعني دول الخليج تعرف أن هؤلاء مظلومين وكذا ومطرودين من سوريا تغض الطرف عنهم يعني مساهلتلوا نشوي بعض الأمور تمام؟ ايه نعم طيب وأرادوا إيش؟ أنه بدون يقاتلوا وحافظ الأسد وبالتدريب وإلى آخره ويعدون أنفسهم فما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ الذي جرى على الشكل التالي ترست مدينة حماب الأسلحة من العراق في سنة الواحد وثمانين وعندما أقول توريسات يعني يعني عفظ حما دون غيرها من بقيت دون غيرها نعم دون غيرها كانت تصل إذن السيارات التي كانت تدخل منها العراق والطرق المفتوحة والمهربين والدورات التدريبية والمعسكرات كان الهدف كله حماب بشكل رئيسي إلى حماب وهناك يعني ها هنا وهناك في بعض ولكن صفى الوضع يعني ما عد في عندك ما عد في مقاتلين إلا في مدينة حماب بس إذن ما استنتجته من كلامك أن قيادة التنظيم في العراق كانت تفكر في معركة أخرى في معركة حاسمة في معركة في مواجهة أخرى لكن في حماب هذه المرة هكذا كانوا يقولون لنا وهكذا كانوا كانوا يقولون لنا يعني تقصد طبعا قيادة التنظيم ماذا كانت قيادة التنظيم تقول نحن نعد أنفسنا إلى معركة قادمة مع النظام ولذلك دورات التدريب شغالة باستمرار باستمرار نحن عارفين أنوا عم نعد أنفسنا لمعركة قادمة مع النظام وقال ليش عم نتدرب نحن من أجل ماذا تدربنا جماعة الإخوة المسلمين وتدريب شغال باستمرار باستمرار وطلع وفوتات واللي عم يعمل لقاءات سياسية وعم يدور على الناس عدين على دول وهو إلى آخره أنا عم العراق عم يعطيك كل شيء وأنت عم تعد نفسك وتجهز نفسك تمام وعم تنزل أسلحة إلى مدينة حماب بالذات يعني مدينة حماب تريست بالأسلحة وعندما أقول تريست بالأسلحة يعني إيش يعني ما يحتاجه المقاتلين من العراق وصل إليه هذا هو الوضع اللي إيش كان عم يجري وكان ولكن للأسلحة ما تتخصد بالأسلحة يعني بواريد بلادق الأسلحة بدءا من المسدس إلى القنبل إلى الكلاشونكور إلى البيكيسي أعلى من الكلاشونكور إلى القرينوف أعلى شوي القرناصات الأربيجي هذه الأسلحة الموجودة إنعم وهناك حتى في أسلحة أخرى يعني يعني في أسلحة شوي متطورة أكثر شوي قنابل تلقيها على الدباب مثلا يعني هناك نقطة يعني أثارت عندي الالتباس يعني تقول أنه بعد 80 واحدة 80 يعني استطاع حافظ الأسد يعني شبح حسم الأمور عسكريا ولم يقلل إخوان شيء وخسروا كل شيء وهربوا وإلى ما هنالك الآن تقول أنه كان يعني يوجد مقاتلين في حما وتوريسة مدينة حما بالسلاح بمعنى أن يعني ما زال للتنظيم قوة في سوريا يعني لم يستطع حافظ الأسد حسم الأمور عسكرية كما كنت تقول يعني أو كما ذكرت منذ قليل أنا قلت أنه صفية الوضع حافظة صف الوضع في سوريا باستثناء مدينة حما تركت مدينة حما حافظة مكرة تخبر مدينة حما وعرفان الوضعية يبدو فتاركها يصير طبعا في مداهمات يصير كذا يعني خفيه ولكن إيش مو مثل إيش إنه يقتحم مدينة بشكل كامل لا فتاركها حافظة الأسد والإخوان المسلمين في الخارج يركزون على مدينة حما نحن نتحدث عن مدينة حما وماذا حصل في حما لكن الوقت المخصص لهذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين متابع الحوار مع الأستاذ قاسم الجوجي العضو السابق في جماعي تنظيم الإخوان المسلمين في الإسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر